أفادت وكالة الأمم المتحدة لغاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة لافتة إلى أن حجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع غير مسبوق واعتبرت الوكالة أن النظام الحالي الذي يسمح بدخول المساعدات إلى غزة مهدد بالفشل وأن وقفة إطلاق النار الإنساني أصبح مسألة حياة أو موت مؤكدة أن القطاع يشهد تهجيرا قصريا للمدنيين